اشتركوا في القناة لكن كانت بعض المشاغل اليوم ان شاء الله رح نعطي وصفة ان شاء الله انها مجربة ومضمونة عن انزلاق الركبة واحتكاكها الانزلاق في الغروف الهلالي احتكاك الركب الام الركب والمفاصل بشكل عام لكن هي تختص بالركب ان شاء الله هذه الوصفة اخواني الاعزاء من السهل جدا انك تحصل عليها وتجيبها من عند العطارين لكن اتمنى دائما احنا مثل ما نحكي بكل فيديوهاتنا انه احرص انه تكون النوعية الاصلية تكون الزيوت والعشاب الطبيعية والاصلية مئة بالمئة لانه هي سبب يعني بعد الله عز وجل اذا كانت النوعية ممتازة واصلية ان شاء الله فيها شفاء كبير نقطة ثانية من ان بدي احب انوهلها انو دائما العلاج بالزيوت والعشاب الفترة الحد الادنى للعلاج هو ثلاث شهور يعني لا تي اس احنا دائما يوم نحكي عنا نتائج خمسين بالمئة وسبعين بالمئة نعم هذا كلام مئة بالمئة لكن احنا يوم نقول سبعين بالمئة النتائج وصلت تكون مقسمة كالتالي يكون عنا عينة اثناء العمل يعني مئة شخص ممكن ثلاثين شخص او عشرين شخص يستفيدوا بنسبة عشرين بالمئة ممكن اشخاص خمسة وثلاثين بالمئة اشخاص خمسين اشخاص ثمانين تتفاوت من شخص الى اخر الاستفادة حسب المد الزمنية اللي بطولوا فيها في استخدام هذا العلاج وحسب الاستخدام الصحيح للعلاج فالمتوسط لهؤلاء الاشخاص يكون سبعين بالمئة اللي بنحكي فيه اليوم من زلاق الركبة بنحب النوة وبحب اذكر انه يجب دائما مريض الركبة عشان ينجح معها العلاج احنا بنعرف انه الركبة الركب هي بتحمل جسم الانسان بالاضافة الى العمود الفقري الركب ايضا الهدور في حمل جسم الانسان فدائما بننصح مريض الركبة انه يخفف وزنه بننصح انه يخفف وزنه قدر الامكان اذا كان سمين يعني يكون الطول متناسب مع الوزن بحيث انه يخفف الضغط على الغضروف الهلالي والاربطة الصليبية الموجودة في الركبة ما رح اطول عليكم وصفتنا اليوم رح يكون عندنا وصفتين الاولى باستخدام الزيوت الطبيعية والثاني باستخدام العشاب اذا سمحت اذا بتحب سجل وصفة الزيوت اولا وصفة الزيوت منجيب 10 ميلي جرام زيت جرونفول ومنجيب 10 ميلي جرام زيت خردل و10 ميلي جرام زيت حط البركة و10 ميلي جرام زيت حرمل و10 ميلي جرام زيت كافور و10 ميلي جرام زيت نعنع و10 ميلي جرام زيت سمسم هذه منخلطها كاملة مع بعض العشرة ميلي جرام احنا يوم نقول 10 ميلي جرام يعني بالمجموع تقريبا بطلع عندنا 70 ميلي جرام يعني ممكن تستخدمها إلى يومين يعني ممكن هذه الكمية تكفيك إلى يومين بدك تزيد الكمية كميات متساوية يعني لو أخذت فنجان من زيت الجرونفول بدك تخط مقابله فنجان من الخردل وفنجان من الحرمل والكافور والنعنع وهكذا هذه كلها تخلط جميعاً مع بعض ويتم دهن الركب صباحاً ومساءاً مرتين إحنا منفضل أنه على الأقل مرتين وإذا ثلاث مرات لا يضر ما استطعت على الأقل مرة واحد قبل النوم على الأقل مرة واحدة قبل النوم إذن تخلط جميعاً طريقة معينة تخلط جميعاً هذه الزيوت ويتم الدهون بها صباحاً ومساءاً الآن في عنا خلطة الأعشاب طبعاً هذه خلطة الأعشاب أنا بفضل أنه تأخذ بالإضافة لخلطة الزيوت يعني اعمل خلطة الزيوت واخلطة الأعشاب مكملات لبعض وبتجيب نتائج منتازة جداً منجيب 10 جرام زنجبيل طازج و10 جرام حرمل و10 جرام عرعر و10 جرام بذور الكرفس مثل ما تقولون و10 جرام قرفة و10 جرام حبط البركة هذه تطحن جميعاً تطحن جميعاً المكونات هذه بنطحنها جميعاً نخلطها مع كيلو عسل وتأخذ ملعق الطعام قبل كل وجه بالطعام يعني ثلاث ملعق ملعقة كبيرة قبل الإفطار ملعقة كبيرة قبل الغداء ملعقة كبيرة قبل العشاء ثلاث ملعق يومياً بالإضافة إلى ثلاث مرات دهن إن شاء الله بتحصل على نتيجة ممتازة ورح تحس في تحسن في الركب الآن اللي بكونوا بمناطق بعيدة اللي بكونوا بمناطق بعيدة وممكن إنه ما يحصلوا على المكونات كاملة ممكن خليني أوصف لك وصفة ثالثة اللي هي حب الرشاد أو الثفاء حب الرشاد هذا بنأخذ منه ملعقة صغيرة صباحاً ملعقة صغيرة تطحن وتأخذ مع كأس حليب محلى بالعسل أو ممكن تأخذها مثل ما بنحكي إحنا سف ملعقة صغيرة لكن بشرط ألا تتجاوز 14 يوم الجراء أكثر من 14 يوم لا بكون فيه أضرار هذه بالنسبة لحب الرشاد طبعاً الحوامل يكونوا حريصين من حب الرشاد المرضع تكون حريصة من حب الرشاد اللي عندهم ضغط اللي عندهم سكري دائماً في إحنا إلنا تحذيرات دائماً هذول الأشخاص اللي بكون عندهم مشاكل من هذا النوع المرضع والحامل لا تستخدم نهائي حب الرشاد اللي عنده ضغط اللي عنده سكري ممكن يأخذ ربع ملعقة فقط طبعاً بعد ما يأخذ ربع ملعقة أول يوم ثاني يوم إذا حس اختلاف بوضعه إنه بدأ يتأثر السكر يرتفع أو الضغط بدأ يرتفع بوقف مباشرة حب الرشاد هذا للأمان العلمي في النقل والطرح أما الشخص السليم ما في شيء ممكن يتناور حب الرشاد إذا لم يوجد حب الرشاد أو الثفاء ممكن تأخذ زيت السمسم زيت السمسم اللي هو معروف زيت السيرج هذا الأصلي إذا قدرت تحصل عليه إذا ما قدرت تحصل على هذه الزيوت خذ زيت السمسم أو زيت السيرج كما يعرف وإدهن فيه الركب والمفاصل إذا فيه آلام صباحاً ومساءاً لو دهنت فيه مرتين باليوم رح يجيب معك نتائج إن شاء الله لكن استمر نحن نقول ثلاث شهور إن شاء الله الاستمرار في الوصفة أتمنى إنه تكون هذه الوصفتين إنه نالوا إعجابكم هذه لوجه الله إن شاء الله هذه الوصفات رح تلقوها أيضاً في صندوق الوصف مكتوبة كاملة وأتمنى لكم الشفاء أي استفسار طبعاً المنتج هذه الزيوت وهذه الخلطة جاهزة إحنا بنحضرها عندنا بالمختبر يعني جاهزة لله الحمد لمن أراد الطلب تكون جاهزة وتكون أصلية مئة بالمئة بتحب أنت تعملها بنفسك أنا أعطيتك إياها وطلعت من خطيتك يعني أعطيتك إياها المنتج اللي عندي أنا بشتغله لله الحمد في ظروف معينة في ظروف صحية بيكون جاهز جداً وزيوت أصلية وعشاب طبيعية مئة بالمئة كله أصلي بأصلي يعني نتائجه إن شاء الله متفوقة جداً راح أترك لكم المقادير هذه في صندوق الوصف وأي استفسار أيضاً على الواتس أب راح أترك رقمي في الواتس أب في صندوق الوصف إن شاء الله راح أتركه وأي استفسار إن شاء الله أنا جاهز لكن ما يكون الاستفسار عفواً إنه شو هي المقادير المقادير أنا كتبتها وموجودة في صندوق الوصف يعني لا داعي للتكرار في رسائل الواتس أب إنه شو هي الوصف وشو هي المواد المواد أنا تارك لك إياها أي استفسار آخر للطلب بدك تطلب من هذا المنتج بدك تستفسر فيه مثلا إنه استخدمت يومين ثلاثة وحسيت بفرق أو ما حسيت بفرق حاب تستفسر أنا إن شاء الله جاهز أما إنه تكرار الوصفات لا إن شاء الله يعني خلينا أن نكون ملتزمين وأتمنى لكم الشفاء العاجل كان معكم أخوكم أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية عمان وإذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة للمشتركين للزائرين الإجدام وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تضغط زر الإعجاب فعل خاصية الجرس عشان يجيب كل شي جديد أترك أي تعليق سواء سلبي وإيجابي لله الحمد أن تقبل جميع التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة